موسيقى عديدة هي المهن المتضررة بفعل جائحة كورونا خاصة تلك المتعلقة بالسياحة لكون مدينة مراكش تعتمد أساسا على هذا المجال من بين هذه المهن نجد أصحاب الإبل كيف عاشوا في ظل جائحة كورونا ماذا عن وضعيتهم الحالية والمستقبلية كلها أسئلة سنبحث لها عن إجابات في هذا التقرير لنتابع على غرار معظم المدن العالمية خاصة تلك المعتمدة أساسا على السياحة تضررت المهن المرتبط بهذا المجال كثيرا منها مدينة مراكش التي خيم على اقتصادها الركود على بستوى جل القطاعات المرتبطة أساسا بالسياحة رعاة الإبل من بين الفئات المتضررة للغاية من جائحة كورونا الأول كنا هيا الهوات نسرحوهم باش نشبعوهم واحد شوية تيجي والناس عندنا نعطي ويقولنا نتصوروا مع هذا الجميل عفاق هذا الجميل زويا تيقولوا قبيت الركاب تيركاب تيعطينا البركات اللي قسم الله تلعيشوا بهذه الجميلات دس شي اوقات اللي ما كالا سياحة لأولو كنسرحوهم كنصبروا معهم ما يمكن شنتخلوه وليون حينتن نحبوهم والبداية ديالي من الحب ديالي اللي وعد النقاء الأول نقاء اسمتها كارامير اللي مشيت الصويرة تعلقت بيها بززاف اجتها عجباتني مع اللون دياله اسود بحل اللي عودلتهم وعجباتني بززاف دخلت ليار خاطري جبتها وقلست معي بزاف تا شي تل سنين واربع سنين زوجتها ولدات المرة اللولاق فرحت عودت المرة تانياق فرحت عودتني المرة تالتاو مع ايا صاحبي اللي اسمه جاليل عودتاني تشاركتنا ويا فيها فرحت عودتاني تباعد تقلمت بزاف تقلمت بزاف عودتاني قلاس تاني عامين خراع عودتاني عودتشراها ليا صاحبي مكانش عندي الفلوس على الشراهالية نعم الشي المهم هو تكون مخلصة واحد الناقة المهم هو ويكونش واحد اخر مخلصها ولكن انت بقابلها تتسمى نتلموا لها اللي يحسس بينك وبينها في هذه اللحظة مكان لا يقبل لوالو ولكن من بعد ولات سياحة زيان ولات سياحة الداخلية ولوهم غاربة تيجيوا تيجي بوليداتهم ويبش يفرحوهم ونعزز علي نشوف فرحة في الصبيان والكبار والصغار يبقوا يتصوروا عندك مرة يتصوروا عندك عام بهذاك تصور ديما يقول لي هجميل هكذا هجميل نمشي وعدي موج جمال رعاة الابل بالمدينة الحمراء يقضون معظم وقتهم في هذه الفترة الصعبة وحيدين بجنبات وادي تنسيفت باحثين عن تلبية رغاء الاباعر منذ الصباح وحتى الفترة المسائية بعدما اصبحوا مضطرين الى عدم اقتناء الطعام لهم نظرا لقصر ذات اليد الفترة هجي تنعيشوا معاة السرحة تنسرحوهم مكين ما يتكال موالو المهم لوقت فاشق وقفات الخدمة ووقفنا التحنا المهم دازت واحد 15 يوم تنصرفوا عليهم من جيبنا تتقى دولنا الفلوس وتجهنا الواذ المهم هذا الواذ مع في الملحة تضررنا البيان بالزاب ما تنجوش للجمال مهم هذا الوحن ندبا مهم تنسميته وتنفين ما بنشوف طاع الربيع تنحشوه تنجيبوه اللي بايم احنا الحمد لله على كل حال احنا عايشين مع سميته تيفرج الله سبحانه وتعالى وتنطلبون من الله سبحانه وتعالى يعاونونا بشيدة عمل لسميته للجمال انواد لما كلا رأى تتتحرك الجمال بزاف ومخ التامش والمهم احنا مرقين واقع مرير ومستقبل مجهول لرعاة الابل بمدينة النخيل الذين يشكلون احدى دعائم السياحة خاصة في غياب اي مخاطب لهم من الجهات المسؤولة بالمدينة التي شطبت على هذه الفئة من لائحة من تجالسهم في هذه الايام للتخفيف عليهم من عبء تداعيات جائحة كورونا نعم منه ان شاء الله هاد المسؤولين هادو يلتفتو جيتنا يتعاونوا معنا يتعاونوا معنا واخي يتعاونوا معنا في الماكلة ديال لديل جمال على الاقل ولي جاءت معند الله مرحبا بيه نعم ما فهمتي ما غادي نطلبوهم شي عاجة اللي من فوق المستطاع دياله وما العقل يتتفتو فاد الحيوان هادو يتتعاونوا معنا عليه حي دب احنا فينا زوجنا في هذا الوديه هذا عديدون هم المهنيون المتضررون بسبب فيروس كوفيد 19 بمدينة مراكز التي تحتاج في فترة ما بعد كورونا لرجالات قادر على اخراجها من الوضعية الصعبة الحالية وكذا المنتظر بعد فك قيود الحزر المنزلي وكما يقال فعند الامتحان سيعز المسؤول او يهان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة